تختتم اليوم فعاليات النسخة السادسة من معرض الانتاج الزراعي والحيواني مراعي 2023 حيث شهد المعرض حضورا جماهيريا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين منذ افتتاحه واصطى تنوعا للفعاليات في الانتاج الحيواني في المملكة زوار المعرض تجولوا في اركانه المختلفة وعبروا عن بهجتهم بما شهدوه من منتجات وطنية وعروض متخصصة في مجال الانتاج الحيواني والطيور والدواج منذ الساعات الاولى لافتتاح معرض مراعي بنسخته السادسة تدفق المواطنون والمقيمون للاستمتاع بالاجواء الترفيهية العائلية وحضور مختلف الفعاليات الى جانب مشاهدة متنوع العروض المتخصصة في مجال الانتاج الحيواني والطيور والدواجن والله التنظيم صراحة جدا مميز حلو يعني غسم خاص حق الطيور غسم خاص حق الدواجن والحيوانات الخيول ما شاء الله غسمه مميز بعد فما شاء الله التنظيم ككل جدا صراحة كان طيب يعني فيه اشياء واجد هنا وفعاليات حق الكبر والصغر والمكان واسع والاجواء حليوة يعني والمكان عجيب يعني حق الاهل وشدي شفت حيوانات عجيبة وشفت مثلا شفت حمام وغريب بعد وشفت حيوانات عجيبة واجد صراحة المكان وايد حلو عجبني انه يناصب جميع الاعمار وفيه حيوانات يبينها نادرة والوانها جميلة وحلوة ويعني المكان يستحق الزيارة اقبال منقطع النظير وفرحة لا توصف رسمت على وجوه الكبار والصغار على حد سواء بهذه الاجواء الجميلة من خلال تجولهم في اركان المعرض ليترك بصمة في نفوسهم لرعيتهم متنوع المشاريع الوطنية في الانتاج الحيواني والزراعي بالنسبة للمعرض يعني يوفر حقيقة بيئة اجتماعية للأسر وللزائرين ويخلق جو حقيقي يعني ترفيه معرفي يستطيع من خلال الجميلة الحضور التعرف على مختلف الحيوانات والبيئات حقيقة اللي هي زراعية والبيئات الحيوانية ووجود هذه للناس دليل على انه فعلا فيه سمعة طيبة يعني حاز هذا المعرض لهو مراعي الفين ثلاثة وعشرين ونتمنى ان شاء الله انه يستمر والله صراحة اقل فترة طويلة يعني صراحة يعني العودة كانت قوية وحلوة بالعكس اللي هال استمتعها بالعكس يعني صراحة الترتيب حلو ومرتب ويعني ومعلومات يعني مفيدة يعني اليوم الخيول الصراحة وايد وايد وانوسة يعني اللي درجة ما حد يتخيلها فمسابقات الكلاب وكل شيء وانوسة ويعد المعرض اجهة تعليمية واستثمارية لما يقدمه من فرصة مميزة للاطلاع على الانتاج الحيواني في مملكة البحرين حيث تميز هذا العام بحلته البهية لتنوع برامجه المختلفة وعروضه التراثية التي عرفت زواره بالتراث البحريني ترجمة نانسي قنقر